ايران بدأت تعد الفصائل الموالية لها في المنطقة من اجل تصعيد الضغط واستهداف القواعد الامريكية الموجودة في منطقة الشرق الاوسط في الفترة القادمة وهذه طبعا المعلومات جتي من المرصد السوري لحقوق الانسان والذي تحدث عن امور تحدث وتدريبات تحدث في داخل الاراضي السورية وطبعا اللي قالوا الان مؤخرا ويوم امس قالوا بان هناك جنرالات من الحرس الثورية الايراني بدأوا بتدريب الميليشيات الموالية لهم والموالية لايران في هذه النقطة التي هي تقع طبعا غرب نهر الفرات اللي هي طبعا بادية الميادين وفي منطقة المزارع المسيطرة عليها الفصائل الموالية لايران بشكل عالي للغاية وهناك ايضا ميليشيات عراقية موجودة في هذه المنطقة بشكل واضح وهم بدأوا يدربوهم طبعا على استخدام الطائرات المسيرة وهذا تطور كبير جدا وهائل وطبعا هم بدأوا يسوون هذه العمليات بعد ما نجحوا في عملية تجنيد 1540 مجند جديد للميليشيات بدأوا بحملة تجنيد هذه من شهر 2021 الى يومنا هذا وصلوا الى هذا الرقم بسبب الاوضاع الاقتصادية الصعبة الموجودة في سوريا نجحوا في هذا التجنيد طبعا وبدأوا يتحولوا الى تدريبات الطائرات على الطائرات المسيرة وتفاصيل هذا التدريب طبعا هم بدأوا ب25 شخص الان ام اللي ديدربوهم وقسموهم الى خمسة مجموعات كل مجموعة تتدرب على طائرة مسيرة واحدة مبدئيا والمثير بهذه القضية بان المنطقة اللي يدربون بها اللي هي منطقة المزارع في بادية الميادين في هذه النقطة هي انضربت مؤخرا يعني صارت ضربة حتى هذه اللحظة لا احد يعرف تفاصيلها هل هي جاءت من اسرائيل ام هي جاءت من الولايات المتحدة الامريكية بشكل غير معلن والضربة استهدفت منصات لاطلاق الصواريخ ومخازن تابعة للميليشيات وانجرحوا اصلا 12 من الميليشيات الموالية لهم لم يقتل احد على الاقل بحسب المعلومات التي نشرت من المرصد السوري لحقوق الانسان ودمرت اغلب هذه المنصات بشكل كبير وطبعا هي كانت متوجهة من منطقة المزارع مباشرة على هذه النقطة التي تقع شرق نهر الفرات التي تمثل قاعدة حقل العمر النفطي المسيطرين عليها طبعا التحالف الدولي والمسافة تبعت فقط 8 كيلومتر والان بالتدريب على الطائرات المسيرة بهذه الكثافة والتصعيد بهذا الشكل هنا ستعطي فلكسبلتي عالية اي مرونة عالية جدا في عملية الاستهداف لهذه القواعد فال8 كيلومتر لا تعتبر شيئا بالنسبة لهذه الطائرات المسيرة وحتى انها تفتح الباب لعملية استهداف هذه النقطة اللي هي شرق الفرات والتي تمثل قاعدة اسمها قاعدة كونيكو حقيقة ايضا هي قاعدة مسيطرين عليها التحالف الدولي وهي طبعا هنا دير الزور التي ترونها في هذا الاتجاه ايضا الميليشيات الموالية لايران ايضا موجودين بكثافة في هذه النقطة وبالتالي نحن امام تصعيد كبير قادم في هذه المنطقة ويجب ان لا نستبعد طبيعة التأثيرات اللي ممكن تصير في هذه القواعد يعني اذا رجعنا مثلا الى نهاية شهر ستة على سبيل المثال ولاحظنا ونظرنا الى قاعدة حقل العمر النفطي الذي نتحدث عنه هذه هي القاعدة التي ترونها هذه هي النقطة العسكرية اللي يتواجدون بها العساكر الامريكان تحديدا والتحالف الدولي هذه النقطة عادة يكون فيها هبوط للهليكوبترات الضربة اللي صارت في نهاية شهر ستة وتحديدا في ثماني عشرين ستة الفين وواحد وعشرين ضربت هذا المخزن لطبعا القوات الامريكية وكانت هناك ضربة هنا ايضا بالصواريخ التي نتحدث عنها طبعا هنا ضربة بهذا الاتجاه هناك ضربة ايضا خارجية لهذه القاعدة وذا ردنا نتأكد من هذا الموضوع الذي نقوله لكم الآن نذهب الى بلانت صورة من الاقمار الصناعية في يوم تسعة وعشرين ستة الفين وواحد وعشرين بعد يوم فقط من هذه الضربة سنلاحظ فعلا انه هناك ضربة مؤثرة بهذه النقطة وبهذه النقطة مثل ما اشرناها لكم وهنا نقطة وهذه الضربة البعيدة التي تحدثنا عنها بهذا الاتجاه من قبل بلانت وفي تسعة وعشرين ستة الفين وواحد وعشرين وطبعا هذه القضية هناك غموض لا زال مستمرا في هذه المنطقة هناك مشكلة انه بعد الضربة اللي صارت من التحالف الدولي على المنصات لإطلاق الصواريخ في هذه المنطقة اللي هي منطقة المزارع في بادية الميادين كانت هناك ضربة بعدها وبعدها ايضا كانت هناك ضربة اللي هي قبل ثلاثة ايام ايضا مرصد السوري لحقوق الانسان تحدث عنها صارت في البو كمال هذه طبعا الحدود العراقية السورية التي ترونها البو كمال في داخل سوريا طبعا الضربة صارت بطائرة مسيرة بصاروخين على منطقة اسمها منطقة الكتف وسمعت انفجارات وأيضاً سمعت عملية إطلاق نار بحسب المرسد السوري لحقوق الإنسان من قبل طبعاً الفصائل الموالية لإيران بضرب هذه الطائرة المسيرة بالأسلحة الثقيلة وردوا عليها ولكن لم يعرف أحد التفاصيل أنه ضربت هذه الطائرة ما الذي جرى ما الذي تم استهدافه كذلك أن التحالف الدولي هذه تقريباً إلى المرة الثالثة أو المرة الثانية على التوالي لم ينفو ولم يؤكد شيئاً وحتى إسرائيل لا تصرح بهذا الموضوع والفصائل أيضاً لا تصرح بأي شيء ولذلك هناك غموض كبير في هذه المنطقة ولكن في نفس الوقت أن كل هذه الأمور تصير تحت أنظار الولايات المتحدة الأمريكية لوحظ يوم أمس هناك طيران أمريكي موجود في داخل الأراضي العراقية بهذا الاتجاه وهذا الطيران الأمريكي إذا ما جئنا إلى الرادار وشفنا سنلاحظ فعلاً أن هناك طائرة تطير بهذا الاتجاه بدأت بالطيران ولوحظت ساعة 11 و 18 دقيقة كما هو واضح بالنسبة إليكم وهذه هي طبعاً القائم وهذه هي منطقة البوكمال التي نتحدث عنها وهنا هذه المناطق كلها سيطرة عليها الفصائل المسلحة ولديها طبعاً معابر غير رسمية هي تستخدمها دائماً في عملية نقل صواريخها ونقل مجنديها وغيرها وبالتالي هذه الطائرة التي نتحدث عنها الأمريكية الموجودة في هذه النقطة هي طائرة مهمة جداً لها دلالات كثيرة هي طائرة كي سي وان ثري فايف آر سترا تانكر وهذه طبعاً الطائرة هي تقوم بالإرضاع الجوي هي هذه مهمتها أن تقوم بالإرضاع الجوي للطائرات العسكرية المقاتلة أي بما معنى أن ظهورها بالرادار بهذا الشكل يدلل أن هناك طائرات مقاتلة كانت موجودة داخل الحدود العراقية قد تكون تنتقل إلى التحالف الدولي أو غيرها ولكن كل شيء واضح تحت أنظار الولايات المتحدة الأمريكية لا نعرف ما الذي ممكن أن يحدث في الفترة القادمة بكل تأكيد لكن الواضح من هذه التدريبات التي تقوم بها الفصائل الموالية لإيران والحرس الثوري الإيراني على هذه الطائرات المسيرة في الداخل السوري واضحي ورقة ضغط قادمة تريد استخدمها إيران بشكل كبير والناشنال ريفيو كانت لديها انتقادات واعتبرت أن كل هذه التصرفات الإيرانية تأتي بسبب ضعف إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وهدوءها في طبيعة التعامل مع الإيرانيين الإيرانيين الآن لا يريدون فقط ومعارضين ودي ماطلون في قضية الاتفاقية النووية لعام 2015 اللي الأمريكان يريدون أن يرجعوا لها ليست هذه فحسب بل هم أصلاً سووا اتفاق مؤخراً مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سووا هذا الاتفاق على أساس يجديدون الذاكرة للكاميرات الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد اعتراضات كثيرة من هذه الوكالة ولكن في الأخير إيران أيضاً رجعت وخالفت هذا الاتفاق والناشنال ريفيو شافت بأن ما جرى في أفغانستان من انسحاب صعب للغاية عن الولايات المتحدة الأمريكية سحب المنظومات الدفاعية الأمريكية من السعودية أيضاً تحول القوات الأمريكية في العراق إلى قوات قتالية والانسحاب رسمياً كقوات قتالية تنسحب من العراق كل هذه علامات ضعف إيران الآن بدأت تستغلها وهذا اللي قالت الناشنال ريفيو شف شنو اللي قالت سياسة التراجع والاسترضاء لن تؤدي إلا إلى تسهيل مهمة النظام المناهض للولايات المتحدة يقصدون إيران تنظر إيران اليوم إلى الولايات المتحدة على أنها ضعيفة وفي حالة انذار أضافت أيضاً الافتراضات الأساسية لإستراتيجية بايدن ستتؤدي لمزيد من الفشل وخسارة أخرى لمصالح الولايات المتحدة الحيوية ولكن هناك أمر ذكر من قبل الـ AFP الـ Associated Press عن العراق بأنه لا زارت هناك فرصة لمواجهة النفوذ الإيراني ونظرت إلى الانتخابات العراقية التي أصبحت قريبة وقريبة للغاية وجدت بينه على الرغم من النفوذ الإيراني وممكن فوز الأطراف الموالية لإيران في الانتخابات العراقية إلا أنها وجدت فعلاً بأن ردة الفعل الشعبية تتزايد ضد إيران في الداخل العراقي وهذه تفتح فرصة كبيرة للولايات المتحدة الأمريكية أو حتى العراق نفسه والمنطقة بشكل عام للخلاص من الضغط الإيراني ترجمة نانسي قنقر